الحروف المقطعة تعلمون عنها الكثير طبعا ومن منا يعلم سرها لكن ما نعلمه عنها لافت أيضا لافت لا نقول محير لافت ومثير ليس محيرا بالعكس يقربنا يؤكد يقيننا أنه لها نبأ عظيما وسرا ضخما هائلا وسرا ضخما هائلا أنا لا الحروف المقطعة كما تعلمون أيها الإخوة في خمس مجموعات يمكن ترتيبها مجموعات أحادية مثل صاد قاف نون حرف واحد ومنها ثنائية مثل حواميم حواميم السبعة جاءت على الولي سبحان الله إلا طبعا الشورى حاميم آية عين سين قاف هذه بعضنا اعتبرها وحدها على أنها تدخل في الحواميم حاميم مثلا طاها ياسين اثنان منها ثلاثية ألف لام ميم ألف لام را ثلاثية منها رباعية ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد ومنها خمسية وهي كلمة واحدة فقط أو حروف في موضع واحد جاءت كاف ها يا عين صاد أكثر ما يتألّف منه الكلمة العربي خمسة الأصل ثلاثي رباعي خماس ما في سوداسي ما في أصل عربي سوداسي يستحيل يكون عجميا مباشرة تمام؟ معنى ها في أول إشارة هنا إلها علاقة إلها علاقة هذه الأحرف أيها الإخوة بمجموعاتها المختلفة إذا أخذناها كل الأحرف يعني ألف ميم تردد في ست صور تقريبا وهكذا إذا أخذناها باستمرار نجد أن عدتها 78 حرفا 78 حرفا كلها اجمحها كلها لأنها أتت في مقدم أو في رأسي أو في مستهل 29 سورة ابحث عنها في كتاب الله 29 سورة ابحث عن 29 سورة واستخرج هذه ثم عد هذه الأحرف مع التكرار لا في مشكلة يعني ألف لام ميم ألف لام ميم ألف لام ميم عد 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 89 حرفا تساوي عدد أحرف أول آيات نزلنا من كتاب الله في علاق معناها واضحة جدا وهنا الآيات الخمسة لأوائل من سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه الآية الخامسة عد الأحرف هنا بدقة تجدها 78 حرفا أحرف بداية السور بالمكرر كلها كلها عدها 78 حرفا هي 78 حرفا فيه إذن فيه علاقة هذه أحرف لا علاقة بالقرآن الكريم بالقرآن الكريم في 29 سورة في 29 سورة في 25 سورة من هذه السور مباشرة يذكى القرآن الكريم عجيب مثل قاف والقرآن المجيد حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإي الذين من قبلك الله العزيز الحكيم وهكذا مباشرة نحن نقصه كذا إنا أنزلناه قرآن عربية بعد ألف لامراء شيء غريب وفي أربع منها يذكى القرآن والاحتجاج له والانتفاع به ضمنيا بطريقة أي ضمنية طريق الرمز أو الإيماء أو الإشارة إذن لها علاقة بالكتاب العزيز وإعجازه إذا أخذناها صفيناها وحذفنا المكرر تنتهي إلى كم حرف إلى أربعة عشر حرفاً إلى أربعة عشر حرفاً الأبجادية كم؟ تسعة وعشرون حرفاً على طريقة سيبوي وأستاذه الخليل ابن أحمد الفراهيدي طريقة تغيرهما ثمانية وعشرون لا عند سيبوي وأستاذه الخليل الأبجادية تسعة وعشرون حرفاً إذن هذا النصف أربعة عشر أو خمسة عشر هو تقريباً النصف كما قلنا إذن ها وهي وردت في مطالع تسعة وعشرين سورة غريب إذن في علاقة في مطالع تسعة وعشرين سورة والأبجادية كم؟ تسعة وعشرون حرفاً وبعدين هذه الأحرف تمانية وسبعين بالمكرر من غير مكرر أربعة عشر حرفاً نصف الأبجادية تماماً اللي أعجب من هذا هاي يقولوا أن هذا اتفاقي عادي أربعة عشر ونص كم تكون اتناعش أو عشرة لا مش اتفاقي يعني نصف ضبط العجيب أن هذه الأحرف وهي نصف الأبجادية أخذت من صفات الحروف التي سيتم اكتشافها ودرسها بعدها وتقعيدها علمياً نبي ما يكن يعرف صفات هذه نبي في حياتي ما يعرف صفات الهمس وصفات الجهر ما يعرف الأشياء هذه ما يعرف أخذت من كل صفات الحروف نصفها فتأتي إلى حروف الهمس مثلاً المجموعة في كلمة ايه؟ أو في كلمتي أو في جملة عفواً فحثه شخص سكت تجد متشوف نعمل هذا وحدك تجد نصف حروف الهمس متوفرة لهذه الحروف المقطعة البقية حروف جهر نصف حروف الجهر طب حروف الشدة نصفها تماماً حروف الرخاوة نصفها تماماً حروف الحلق نصفها الحروف غير حلقية نصفها إلى آخر الصفات عودوا إلى أي كتاب مبسط في علم التجويد وشوفوا هذه الصفات وطبقوها على إيه؟ على الأربعة عشر حرفاً نورانياً أخذت من كل نصفاً كون تأخذ أكثر من نصف ليس كذلك؟ هذه لماذا النصف؟ هذه أيضاً إيه؟ إشارة عجيبة وغريبة سمعتم جميعاً وجمعات أيها الإخوة أن بعض العلماء من قديم من مائة السنين قال لو كونا جملة تجتمل على هاته الأربعة عشر حرفاً بغير تكرار لا نكرر الحرف أكثر من مرة لا فقط يعني جملة تتكون من كم؟ من أربعة عشر حرفاً في كلمتين ثلاث كلمات أربعة كلمات كون جملة فمباشرةً كونوا جملة نص حكيم قاطع له سر يمكن أن تتلى نص حكيم له سر قاطع وشوفوا ما في تكرار لا أي حرف نص حكيم له سر قاطع أربعة عشر حرفاً أربعة عشر حرفاً لا تزيد ولا تنقص ممكن هذا شيء عجيب ولطيف أيها الإخوة طبعاً هناك بعض اللطفاء قال لك لا ممكن نحن نطلع منها جملة تدل على صحة مذهب التشيئ صراط علي حق نمسكه جميل فرد عليهم أي أهل السنة صح طريقك مع السنة ونفس الشه وجميل من هذه الأربعة عشرة حرفاً طيب